قال الرئيس بوتين في الاجتماع إن العولمة والتنمية المحلية ساعدت الدول النامية على تحقيق النمو الاقتصادي والحد من الفكر وتناول بوتين الصين كمثال حسب يحصوات البنك الدولي خفض عدد الفقراء ذوي داخل مخفض نسبيا في الصين من 1.1 مليار شخص في عام 1990 إلى أقل من 300 مليون شخص في سنوات الأخيرة وذا بلا شك يعد النجاح الصين قال بوتين إن الحد من الفكر لا يزال مشكلة رئيسة تعاني منها مختلف الدول بما فيها روسيا التي انخفض عدد فقرائها من 64 مليون شخص في عام 1999 إلى 5 ملايين شخص حاليا